دوري من أجل الوصول للقمة وإن شاء الله المحافظة على اللقاء لكن قبل ما نتكلم في أحداث المباراة تعالوا نروح لمراسلنا نتعرف على أخبار الفريق ونتطمع على استعداد وجازية المباراة زي مننا العزيز شريف شعبان فضل شريف تعالي لك يا كابتن أيمان ولكل مشاهدي قناة النادي الأهلي في كل مكان مباراة الأهلي والإنتاج الحربي في استاد الأهلي والسلام في السبعة مساءً يا رب بإذن الله يكون التوفيق من نصيب النادي الأهلي اليوم ونفوز على فريق كبير هو فريق الإنتاج الحربي يمكن كواليس فندق لقامة الفطار كان في العشرة صباحاً وخلينا أقول لك كابتن أيمان كان كل لعب النادي الأهلي حارسين في أثناء تأدية أو أثناء تناول وجبة الفطار يشاهدوا مباراة منتخبنا المصري مع منتخب الأرجنتين وكان حارس أيضاً الجهاز الفني بقيادة مستر رابيتسو مسماني وجهازه المعاون يشاهدوا مباراة جنوب أفريقيا ومنتخب فرنسا وكانت الشاشتين منقسمين شاشة المنتخب مصري وشاشة لجنوب أفريقيا يمكن بين الشوطين غادر لعيب الفريق النادي الأهلي طبعاً إلى غرفهم طبعاً قبل وجبة الغزاء وجبة الغزاء كانت في ألسانية زهراً المحاضرة كانت الساعة أربعة والإسناكس كان أربعة ونص يمكن أديكة أجواء داخل فندق قامة النادي الأهلي يمكن النادي الأهلي مبارح بالأمس كان تمرنته الساعة خمسة العصر وكان مستر رابيتسو مسماني عمل محاضرة حوالي خمسة واربعين دقيقة اتكلم فيها عن نقاط القوة والضعف لفريق الإنتاج الحربي يحذر من خطور فريق الإنتاج الحربي وقال يمكن ما يخدعكوش ترتيب فريق الإنتاج الحربي في جدول المسابقة لازم الجدية لازم من أول دقيقة يكون عندنا إصرار على الفوز ومصالحة جماهيرنا وتعويض البنطين اللي يخسروا من نادي الأهلي في مباراة سابقة أمام فريق الإنتاج الحربي ممكن النهاردة كابتن أيمن فريق الإنتاج الحربي قرر عمل ممر شرفي احتفالا بفوز النادي الأهلي بالبطولة الأفريقية والنجمة العشرة الكل بيحتفل بالنادي الأهلي بإذن الله بإذن الله أنه يكون الفوز من نصيب النادي الأهلي بارح ما ينفعش ما تكلمش عن زيارة الأسطورة الكابتن محمود الخطيب إلى تدريب النادي الأهلي وحديثه مع اللعبين ونسيان البطولات السابقة والتركيز فقط في البطولات الخادمة التركيز على بطولة الدور العام وصالحة جماهير النادي الأهلي كلها يمكن أشياء من يتعلمها من الكابتن الكبير الكابتن محمود الخطيب لقت قبول كبير جدا من لعب النادي الأهلي بقى في حماس وفي حافز عندهم قوي جدا إنهم يلعبوا مباراة الإنتاج ويحاولوا وصالحوا جماهيرهم في الفترة المقبلة مستر بيتسو موسيماني ومدير القرى الكابتن ساد عبد الحفيز كلام كان واضح جلسات نفسية مع العب النادي الأهلي محاولة الخروج بسرعة من يعني التعادل الأخير أمام فريق البنك الأهلي الكل تعهد على الفوز في المباراة المقبلة أما حاجة بس التوفيق بإذن الله وبإذن الله بإذن الله يكون الفوز من نصبنا في مباراة اليوم أمام فريق الانتاج الحربي اللي بيخده فنيا الكابتن أحمد عبد المنعم كشري أو في باقي المباريات الدوري عشان نفنش البطولة كالعادة في دولاب بطولات النادي الأهلي عاوز بطولات دور على النادي الأهلي عاوز إنجازات دور على النادي الأهلي يا رب بإذن الله بإذن الله بإذن الله يكون النهاردة في فوز وتكون كالعادة بطولة الدوري ممتاز في دولاب بطولات النادي الأهلي دي ككل أجواءنا كابتن أيمان داخل فندو إقامة النادي الأهلي أعود لك من جديد شكرا جزيلا للزميل العزيز شريف شعبان